الشيخ تكلمت عن وجوب الأخذ بالكتاب والسنة ووجد جماعة يقال لهم القرآنيون فما موقفنا منهم؟ ليسوا قرآنيين ولكنهم كذابون أعداء لقرآن لأن القرآن مر بالسنة وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن ومن عصى الرسول فقد عصى القرآن فليسوا قرآنيين ولكنهم ضد القرآن وملاحدة وظالون بل كفار بإجماعة العلم لأنكر السنة ولم يعمل بها وزعان أنه لا يعمل لا بالقرآن فهو كاذب لم يعمل بالقرآن وظالون وظلون كافر بإجماعة العلم وقال كتبت في هذا الرسالة مطبوعة سمبيت وهو وجوب العمل بالسنة